والعلاقة إذا تحولت إلى تعلق انتهت بسرعة هو القاعدة المهمة جدا أنه كلما قويت العلاقة قصر عمرها هذا حتى بين الزوجين؟ أوه أشد بين الزوجين المفترض لا تكون لا يكون تعلق بين الزوجين؟ لا تكون تعلق نعم نعم أحد الأخوات كانت متعلقة جدا بزوجها وكادت انتنهار حياتها فكتبت لها تعليقا كتشوف حياة زوجك حياة زوجك كتاب كتاب أحد صفحاته زوجتي عنده اهتمامات أخرى وهاله وكذا وكذا وحياتك انت كتاب عنوانه زوجي انت غلطانة الإنسان أدوار يا أبو عمر دور أن يكون عبد لله دور أن يكون ابن دور أن يكون أب دور أن يكون زوج دور أن يكون صديق دور أن يكون جار دور أن يكون مواطن دور أن يكون موظف عندما تختزل كل هذه في دور واحد متعبة علاقة محرقة الحب عذب لكن العشق عذاب الحب حياة متجددة لكن العشق موتات متعددة العشق مرض العشق مرض ليش؟ يقول ابن القيم من تعلق بشيء عذب به خذ خذ به طيب التعلق شي سوي يخلي المعشوق طبعا التعلق نوعين درجتين درجة الأولى تعلق من طرفين من طرفين وهذا مثل حرف الأي حرف الأي وفيه تعلق من طرف واحد مثل حرف الت لو طاح لو وخر هذا هذا سقط أي تعلق تتحول فيه العلاقة إلى عداوة أي تعلق وأتحدى إلا استثناءات بسيطة الله وفقهم فيها بمعنى أن الصداقة يمكن تتحول إلى إلى تعلق لكن التعلق لا يتحول إلى صداقة أبداً ما يرجع ما يرجع يتهاوشون بشكل بشكل فضيع وانتقام بشكل فضيع ليه؟ ببساطة أنا الآن لما أسلم عليك زين أنت واقف مكانك وأنا واقف مكاني وخرت يدي أنت في مكانك وأنا في مكاني لكن لما أتسند وانتشاد دنيا أنا الآن متعلق فيك لو تفكني شي صير لي أبطيح من سبب الألم؟ أنت أكراك أصير أكراك أنت اللي سببت أنا أنت اللي دمرتني أنت اللي كده وأنت في الحقيقة ما سويت شي أنت مارست حقك في أن تنوع علاقاتك لا أنا لا أريدك أن تمارس حقك لذلك التعلق في قرية في قرية للتعلق اسمها كده قرية التعلق ذهنية هذه القرية فيها منصة أمجدك فيها وأظهر كمام الناس وأمدحك وأشخص بك ولها مذبح أذبح قرابين يرضائك يا رب يرضى عني وأهديك وزين وأفعل وأعطيك وتابعك وكذا هذه القربان الآن هذا المذبح في منصة وفي مذبح وفي مستشفى أشتكي فيه منك إليك دائم تلقاهم لومين دائم ضايق صدر أو دائم ما يعيش اللحظة إما أن يذكرك بالماضي وإما أن يخاف المستقبل أخيرا غير المستشفى فيه حاجة اسمها البرج يتابعك وين رحت وين جيت وذا ليست علاقة هذه هذه مرض العشق خلل أصلا في العلاقة طيب ما هو العشق إيش مؤشرات أني أنا عاشق ولا أحبه بزيادة جيد واحد فيه أشياء مهمة جدا في العلاقة فيه فرق بين حاجتين أنا أضحي علشاني أحبك ولا عشان أخليك تحبني فرق هذا واحد اثنين فيه ثلاث مؤشرات إذا وجدت في العلاقة أنت عندك مشكلة تعلق ثلاث مؤشرات واحد واحد التفكير فيه عنده غيابة والتركيز عليه عنده حضورة والتملك له عن الآخرين إذا وجدت هاي الثلاث أنت ماشي خلط أنا رأى أنت من أنت موجود أرسل لك إليتك معنا أنا مدري وإذا جيت أركز عليك وانتبه ومدري إيش وأقرب لك لكل وانتبه وش فيك معجبني واجهك معجبني صوتك معجبني كذا وحب التملك ما أبغاك تكلم أحد ما أبغاك ترم مع أحد ما أبغاك كذا 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 أخي يا أشغلتني أسعجتني قرب الشيء حجاب فأنا الآن ما أشوف طيب ش أسوي أقوم أحاول طيب هو الآن ما قدرت أتوخري إذا ش أسوي أقوم أنا أسوي كذا أسوي تحايل إيش معنى التحايل كف الجوالي يقوم يطلع لي في السناب يطلع لي من هنا ويجيني شال إلكتروني ما عاد أقدر أتحرك ولا أقول للربعي لا تصوروا لا تسجنوا لا يدري لا مدري وشوا واشغالني ليش لأن ما يبغان يروح مع أحد ولا يبغان يجي مع أحد وصار يجي عند البيت ويدور على سيارتي ولا يدورني ويسأل عني ليش ليش تحرق نفسك قصص كثيرة يا أبو عمر كثيرة وتشوف التعليقات عشرات الناس التي تعاني من التعلق